تناول حبتين فقط من القرنفل لتحصل على فوائد لا تنتهي أسرار وفوائد القرنفل وما لم تسمعه من قبل وضعه في هذا المكان قبل النوم ولن تستغنى عنها طيلة حياتك وشاهد ما الذي سيحدث لك بعد الإسبوع الأول مفاجأة مذهلة ستغير حياتك ولكن في البداية سنواجه هذه الأسئلة للمتابعين هل أنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري وبالأخص مصابين النوع الثاني هل تعاني من ضيق التنفس وماذا عن أمراض والتهابات الكبد وحصوات الكيلة وهل تعاني من مشاكل في المعدة والقولون وماذا عن غازات البطن المزعجة ورائحة الفم الكريهة وهل تعاني من حب الشباب وماذا عن مشكلة تساقط الشعر وتبحث عن أفضل علاج الالتهابات المفاصل وهشاشة العظام وهل تعاني من ألم الأسنان وما زلت تبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية لإزالة الكرش وبالإضافة لكل ذلك معرفة ما هي فوائد القرنفل لراجل والمرأة فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتمكن من معرفة طرق علاج كل هذه الأمراض باستخدام مكون واحد وهو القرنفل ولكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت القرنفل ولو لمرأة واحدة اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد يعتبر نبات القرنفل أحد أشهر النباتات التي تستخدم على نطاق واسع كنوع من البهارات التي تعزز الطعم في حزب بل تزيد أيضا من قيمته الإغذائية ويعرف القرنفل على مر العصور بخصائصه الطبية المذهلة إذ يمكن أن يساعد في توفير الراحة من أمراض المعدة وكذلك آلام الأسنان والحنجرة وذلك وفقا لما نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا وأظهرت الدراسات أن الأوجينول الموجود في القرنفل يساعد في تخفيف التوتر وأمراض المعدة الشائعة ويمكن أن يساعد في منع مرض باركنسون أيضا ويحتوي القرنفل على عناصر أساسية ضرورية للجسم مثل فيتامين إي وفيتامين سي وحمد الفوليك الريبوفلافين وفيتامين إي والثيامين وفيتامين دي وأحماض أوميغا ثري الدهنية إلى جانب مركبات أخرى مضادة للالتهابات والبكتيريا ووفقا لما أفاد به الأطباء وخبراء التغذية فإن أفضل طريقة لتناول القرنفل تكون من خلال وضع فصين منه بكوب من الماء الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش وذلك لأن تناول القرنفل ليلا يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل صحية عديدة مثل الإمساك والإسهال وحمودة المعدة كما أنه يحسن عملية الهضم ويحتوي القرنفل أيضا على مضادات الأكسادة وله خصائص مضادة للجرافيم ويتضمن نوع من السالسيلات لذا يمكن أن يساعد في منع ظهور حب الشباب ويساعد أضافة القرنفل إلى الماء الدافئ في تخفيف آلام الأسنان يمكنك أيضا وضع فص على أسنانك بالضبط حيث تشعر بالألم حتى تشعر بالراحة الفورية بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد القرنفل في تسكين الآلام والتهابات الحلقة ويمكن للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتعاش اليدين والقدمين تناول 1 إلى 2 فصل قبل النوم للتخلص من المشكلة وأكد الأطباء أن تناول القرنفل يوميا يعزز المناعة بشكل مذهل ويساعد أيضا في التخلص من السعال والعدوى الفيروسية والتهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والربو لذلك ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإضافة القرنفل إلى النظام الغذائي لتعزيز صحة الجسم ومناعته ضد الأمراض المختلفة وأفاد تقرير نشرة موقع بأن فصوص القرنفل مصدر غني بالأوجينول وهو مضاد قوي للأكسادة كما تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات أخرى مثل طريقة عمل مشروب القرنفل بالحليب المقادير كوبان من الحليب ملعقتان صغيرتان من الكرنفل المطحون كمية من العسل حسب الرغبة طريقة التحضير نحضر تنجرة مناسبة ونضع فيها مقدار كوبان من الحليب السائل نضع التنجرة على نار هادئة ونتركها حتى يغلي الحليب ونحرص على استمرار التقليب بين الحين والآخر للتخلص من الميكروبات التي توجد في الحليب نحضر أكواب التقديم ونضع في كل كوب ملعقة صغيرة من الكرنفل نضيف كمية من العسل حسب الرغبة في كل كوب نسكب الحليب المغلي فوق الكرنفل والعسل نحرك المكونات سويا حتى تتجانس مع بعضها وتذوب تماما يقدم مشروب الكرنفل بالحليب ساخنا فوائد الكرنفل يعد الكرنفل مسكنا وعلاجا قويا لآلام الأسنان حيث يستخدم الأطباء في حشو الأسنان يعمل على تسهيل عملية الهضم والتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم في الكرنفل دور كبير في حماية البشرة وإعطائها الجمال ونضارة وعلاجها من الالتهابات وحبوب الشباب التي يعاني منها الكثيرين يحافظ الكرنفل على نسبة السكر في الدم يحتوي الكرنفل على زيوت طيارة تقلل من آلام الحلق يعمل على تخليص الجسم من البكتيريا والسموم التي توجد في الدم ينشط الكرنفل الدورة الدموية يعد علاجا قوي للسعال والربو ويقضي على نزلات البرد والرشحة يعمل على توسيع الشعب الهوائية وانتظام عمليات التنفس يحمل الكرنفل الأسنان من التعارض لأمراض كثيرة وخصوصا أمراض السرطان ومنها سرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي يعمل على تقوية القلب والكبد يحافظ الكرنفل على سلامة العين ويمنع ضعف البصر غشاوة العين يعد الكرنفل مطهر قوي للفم ويقضي على رائحته الكريهة نتيجة وجود البكتيريا يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويحافظ على استكراره يقوى الكرنفل عظام الأسنان ويمنع تعرضه للهشاشة كما يقوى المفاصل ويسكن الألم يتخلص الكرنفل من التهابات الكلا يقوي منعة الجسم لذلك يمنع تعرضه للكثير من الأمراض يحتوي الكرنفل على مضادات للأكسادة التي تعمل على تقليل الوزن الزائد عند أصحاب السمنة لذلك ينصح بثناوله لمن يرغبون في التخصيص والقضاء على دهون الجسم يدخل الكرنفل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل مثل زيوت الشعر وبعض كريمات البشرة يهدئ الأعصاب ويقلل من التوتر والقلق المستمر بسبب الضغوط النفسية والعصبية يقوى الكرنفل الذاكرة ويعمل على زيادة التركيز يحل جميع المشاكل الجلدية التي تصحب الجلد مثل الجرب يقتل الجراثيم والمايكروبات التي توجد في الجروح يستخدم الكرنفل لعلاج ضيق التنفس لذلك ينصح بشرب كوب يوميا لمدة إسبوعين على الريق مفيد لتصلب الشرايين والأوعيات الدموية يعالج الحصوات التي توجد على الكلا والآن سنقدم لكم طريقة عمل مشروب الكرنفل المقادير ملعقة صغيرة من الكرنفل كوب من الماء كمية من عسل النحل حسب الرغبة طريقة التحضير نحضر كوب التقديم ونضع فيه ملعقة صغيرة من الكرنفل نضيف كمية من العسل إلى الكرنفل حسب رغبة كل شخص نترك كوب التقديم جانبا ونغلي الماء نحضر وعاء عميق ونضع فيه مقدار كوب من الماء نضع الوعاء على النار حتى يغلي الماء نسكب الماء المغلي فوق الكرنفل نقلب المكونات سويا حتى تذوب تماما ونحصل على مشروب ساخن يقدم مشروب الكرنفل ساخنا وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة